ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أرأيتم ماذا يحرص المؤمنون؟ أرأيتم على ماذا يحرص الصدقون؟ هذا الآن بعد أن أعطي يوسف العطاء كله بقي له أمنية عند الله ما أمنيتك يا يوسف؟ قال توفني مسلما أن أموت على الإسلام أن أموت على التوحيد لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم ولذلك خاف الأولياء والصالحون والأنبياء والمرسلون على خاتمة الإنسان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نسمع عن صور محزنة حقيقة لشاب قضى وقتا طويلا وردحا من الزمن في المساجد يجلس ليلا على مواقع التواصل يجلس مؤمنا يصبح ملحدا يبيع دينه بعرض من الدنيا فهذا ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو ثبات القلب يا مثبت القلوب كان يقول عليه الصلاة والسلام ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغلظ القسم يعني إذا أراد أن يقسم قسما عظيما يقول لا ومقلب القلوب لأن القلوب تتقلب من كفر إلى إيمان من إخلاص إلى رياء من قسوة إلى رقة والله يحول بين المرء وقلبه هذا الذي خافه سيدنا يوسف عليه السلام يعني هو يقول لنا أنا نبي مرسل من عند الله عز وجل ابن نبي ابن نبي لكنني أخاف على خاتمتي فما بالنا نحن أيها الإخوة نحن بالأولى أن نخاف على مصيرنا أن نخاف على خاتمتنا فهذا نبي سليل بيت النبوة يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين